مرحبا فيكم حبايبي برج الحوث فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عامله شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها يعني كارتي كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع عم بتحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص بالشخص اللي أنت حطه في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إزان شو مخبّلنا هذا الشهر للحوث الحوث بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد فترة قاتمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوث شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراع صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد يتما سببلك هذا الموضوع مثل يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى أنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من شغلة في أمور أو مهام أنت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح تحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كان في بناتهم أو بينك صراع رح يصير في حسد أو كذا فأدير بالك منهم همشهم مات يعني ولكنهم موجودين شايفيت لك على فيه محكمة على نجاح فيه ممكن يكون طلاق حضانة أولاد ممكن يكون فيه محكمة معينة ممكن حتى زواج رح تكون على نجاح خلينا نحكي الأبراج بشكل عام فيه عندنا جوزاء سرطان تور فيه أبراج نارية كتير يعني فيه هوائية كتير عم بتكون وفيه ترابية شوي طيب شايفة فيه شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا فديروا بالكم هذا الشخص فيه شخص غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة نفسية أرق هذا الشخص رح يعرف غلطه رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك رح يكون رافع يعني راية السلام ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة مشاكل ويعني غيرك أنت فعم بشوفكم اجتماع عم تجتمعوا مع بعض عم بتتوجه هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة علاقة حب ضمن العمل ممكن تكون شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله الشريك أو كذا شايفة الأمور رح تنعكس شايفة إنه فيه علاقة ثالثة منتهية أو رح تنتهي بالقريب العاجل هون بيّن شايفة فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن شغلات من هالنوع لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا أو ممكن عملية جراحية تكون ممكن يكون معنى الكرت إنه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكتر ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه هذا الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماماً فنكون شوي بس هو بحبنا احنا بنحبه لكن عم بيكون فيه شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نضوج كفاية بشوفه هذا الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك آآ فيه أشخاص عم يدعو لك آآ في الليل يا برج الحوت آآ عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم إناس آآ عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق آآ لا إلك ففيه أشخاص بيحبوك يعني نيالك آآ في عندك حب حقيقي اللي قلنا آآ عليه ولكن زي ما قلت لك انت فعلا رح تكون حريص من هذا آآ الشخص شايك تغير عندك تغير جذري آآ من ناحية الحب والعلاقة تغير في آآ خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا احنا بالحبيب وبالعلاقة في آآ تجديد على هذا الصعيد شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير آآ خلينا نقول آآ معاز إمام الأمور وهو متحكم بالأمور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك آآ حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو انه شايفك مثل الجوهرة مثل الشغلة اللي ما رح تتكرر آآ آآ لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار آآ لكن شايفة بعديها فيه انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك فيه انتصارات آآ ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لأ يعني آآ انك سبت الحبيب والحبيب آآ كسبك آآ بمن بعد العلاقة الثلاثية من بعد تدخل يمكن آآ من العائلة هو مش شرط يكون خيانة أو كزا آآ المهم آآ انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة آآ ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك آآ ناحيته خلينا نشوف آآ عقلة الباطن اكتر اشي هاي الفترة على شو عم بيركز آآ شو عم بتهتم اكتر شي طلعت لك لحالها أوه حلو هون عم بشوف آآ اللي هو تحسن مالي آآ والتحسن المالي يعني بينعكس أو هو اساسا نتيجة آآ التطور بالعمل فشايفة ان التطور بالعمل في آآ أمنيات في العمل في آآ ترقيات اكتر من ترقية في هاي الفترة آآ مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا انت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه أو حاصل عليه ان شاء الله قلال هاي الفترة شوف ازا في تحذيرات من الورق لبرج الحوت آآ نفس الكارت بالشوي آآ هون بيطنك بالعكس مش تحذير بيطنك انه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح آآ كل شي بالفترة الجاي انت رح تكون مسيطر آآ رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لا آآ رح ترجح حقك من الحبيب آآ كيف بيقولو وزيادة يعني آآ رح تركز على انه تترجع حقك آآ منه هو غلط لين كان معاك بواحد واثنين وثلات رح تساوي هاي الامور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معا صفحة جديدة لانه مبين انه التنين انتو آآ مالكين قلوب آآ بعض انا هيك شايفة بالكارت اكتر شي نشوف كرقوت آآ ازا في نصيحة معينة ميركلز بقولك في معجزات في آآ مثل آآ الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك آآ شي ممكن يقدم لك آآ شي انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص كنت خلص فاقد الامل في هاد الشخص او مش حاطط عليه كتير آآ يعني اعتماد او كتير طموحاتك ما كنت حاطها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كتير امور مثل تطمينات مثل آآ هو رح يكون صلاح الدين يمكن مثل آآ بيقولوه له مصباح على الدين او شي آآ رح يكون مثل هيك مبارف ان شاء الله يكون يا رب آآ بس عم يعني بس حبي كروت مصايح مو شرط كل الابراج نفس الكروت يعني عم بستعمل كروت مختلفة لابراج مختلفة هو اصلا وقع لحاله شايفي فسطان زفاف آآ شايفي مثل زفاف او حفل زفاف او اعلان آآ اعلان لموضوع عاطفي واكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فان شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني خلينا نشوف الكروت او حلو طلعت لك آآ مثل آآ بيقول لك انا عم بحمل لك رسالة من الحبيب القديم او الحبيب اللي موجود عم بيقول لك انه هو سعيد آآ وبسلام بيقول لك آآ بيقول لك انه بيحبك كتير آآ هاد الكرت طلع اكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة آآ فحباي بيبرج الحوت نشوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون نقلب اوكي اوه ميموريز آآ العلاقة رح تكون اكتر شي عم بتركزوا عالذكريات عم بتحاولوا تعيشوا آآ الزكريات من اول آآ آآ وجديد عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات او العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات القديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الاماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف بس آآ هو هيك كان الكرت آآ حباقي برج الحوت بشوفكم بالتوقعات اشتركوا في القناة حالة موسيقى